السلام عليكم وصبح الخير عليكم ان شاء الله تكونوا لاباس بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله الكريم مرحبا بكم في قناتي ونورتوني في زيانتكم لأول مرة لأول عفوا لأول مرة يزوروا قناتي ان شاء الله تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس إذا عجبتكم يا ربي ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها هذا بالنسبة للمشتركين التابعي أو المنتابعين التوعي الأقدام اللي مارفين يزوروا قناتي ولي عرفوها اما بالنسبة لي اول مرة يزوروا قناتي ان شاء الله تعجبكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد من قناتي واتشرف ولي عظيم الشرف بزيارتكم القناتي ومشاهدتكم للفيديوهات انتوهي المهم في هذا الفيديو جبتلكم هذا فونيس هذا شامبو فونيس رايحة نتكلم هو من مخابر من مخابر فونيس والاسف انتاعه شامبو ديرمولامين ديرمولامين ضد شامبو ضد القشرة يعني صراحة هاي الهاي الولي تعجبك السعر انتاعه هو باطل واكيد يعني الناس يشوفوه وممكن ميروحوش كاينين اللي ميحبوش يشريو الشامبو هذا اللي يكون بعشرة لاف والله يكون بطناش نف كاينين اللي خافوا من هذا الانواع اللي يكونون رخاص صدقوني هذا الشامبو ما تخافوش منه نهائيا من هاي الروعة روعة انا صح نشري الشامبو الغاليين اللي كنت نغسل بيه كنت نغسل بيه دقعة حوالي عندي فترة دويلة وننغسل بيه ممكن سنة حوالي سنة وننغسل بشامبو عفون لكن مرة على مرة نشري هادو الشامبو اللي يكونو خاص كي من هاكا هادو فوني صدقوني هايل ماشي اي شامبو يعني كاينين اللي كما هادو وكاينين انواع اخرين مهما نحتن نشريهم هاكا ونجيبهم باش نقدر نهضر لكم عليهم المهم كاينين اللي يكونوا صح كاينين اللي يكونوا مغدورين معبئ غير القرعة معبئة هكذاك تعلغش يعني وتكون مهي شي الأصلية مهم هادو هالموضوع خلينا منو نهضر لكم على هادو النوع شامبو فونيس هذا ديرمولامين اراه هايل بزاف يعني صح كي تغسلي به شعرك تخلي شعرك برائحة النعناع أو بخلاصة النعناع تخلي شعرك فيه واحد الانتعاش تحسيه يعني الفروة الرأس يعني نظاف التعص تحسي بالانتعاش في فروة الرأس يعني تحسيها نظيفة وتحسيها يعني تنقات يعني كاش ما فيها القشور والله يعني تنقات والشعر حتى شعرك يعني تحسي عليها نتيجة مليحة ماشي كما الشامبو الخين اللي تغسلي به يكون رخيص صح بالصح يبسلك الشعر انا لازم نحط على هذا الشامبو هما السعر انتعهم رخيص كاين اللي فيه ما همشي ملاح يفسدوا الشعر وكاين اللي كي من هذا النوع مليح بزاف حبيت نصحكم اخوات اللي ميحبوش يشريو اللي شامبو الخاس هادو حبيت نصحكم بهذا النوع يعني تشريه وتغسلي به ومتخافيش منه نهائيا كيما انا كنت نقصل ببونتندوك حوالي سنة الان نقصل به عادي هذا وما سبب لي حتى مشاكل في شعري وهايل بزاف هذا هو غير حبيت نصحكم به يعني متخافوش منه والله تقولوا السعر انتاعو رخيص والله ما نشريواش نصحه شريوه ومتخافوش منه وتغسلو بيها وهايل بزاف وما حيديلك حتى مشاكل الشعرك يقولك كذك المثل زع ما تبع رخصه تخلي نصه فيه اشياء صح كاينين فيه اشياء صح كي تروح تقول نشري حاجة رخيصة تلقيها ماشي ميح تقدر تضررك بالصح اللي كي ما يقولك سأل ثاني مجرب امت المهم في هذا الفيديو حطت لكم هذا الشامبو يعني استعملوه درمولامين هذا استعملوه وجربوه وغسلو به وتشوفو النتيجة انتاعو ما تندموش عليه نهائيا وهاكم على باكم زيد رخيص السعر متخافوش منه نهائيا هذا هو الفيديو اليوم غير حبيت نصحكم اخواتي نصيحة لوجه الله ما تخافوش من هذا الشامبو نهائيا وغسلو به راه فور فور بزيف وهذا هو الفيديو تا اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتوا وراكم تستفادوا من فيديوهاتي لاني نحطيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو قادم ان شاء الله الى المتقى والسلام اشتركوا في القناة